على مستوى الشارع على الشارع الليبي أن يعي أن فتح باب الجحيم سيكون عندما يصل الليبيين إلى ما يسمى بآلية لتوزيع التروة بغير نص دستوري وأسوضح ببلاه دعني أوضحها تفصيلا عندما تضع لجنة الآن من عدة أطراف وتقولهم قسم التروة عن الليبيين من من الليبيين يتق في هذه الليجان ألا تعتقدوا أن هذه الليجان ستشكل من القوة الفاسدة النافدة اللي موجودة أصلاً ونخرت الدولة هي نفسها اللي حتقسم تروة بين الليبيين طيب لنفترض أن تم تقسيم التروة عن الليبيين تقسيم التروة أولاً هناك معيار لا يمكن أن يتم إلا بنص دستوري فالخدمات والإيرادات لا توزع على رقع جغرافية في بلد هو بلد مركزي تحكمه دولة مركزية بمجلس نواب أو حكومات موجودة نحن لسنا دولة فيدرالية حتى نوزحها على ما يسمى بأقلمة الأزمة الليبية ليبيا الآن دولة واحدة ما هيش فيدرالية يوم تديرها فيدرالية أنت باستفتاء دستوري يلي تعيض قاعد تبي تاخد حصتك من غنيمة يوم تديرها فيدرالية سيكون لك الحق أن تواجه الليبيين جميعاً وتقولوا ما أعطوني حصة زلة تدير هاتك الوقت لكن الآن بالنصوص اللي تحكم عقيلة والمشري والبيبة لا يحق لهؤلاء توزيع تروة ولا هي ذات شأن أن نوزع تروة ما نحتاجه الآن ليس توزيع التروة نحتاج إلى توزيع الخدامات والتسريع بإجراء الانتخابات هذا اللي نحتاجون طيب بالتالي ماذا تطلب من الناس سيد الحبيب؟ ماذا تطلب أنت من الشعب اللي؟ أطلب أن يواجهوا أن يواجهوا ولا تمرر عليهم الخدع هذا منطق رشائي حتى اللي يمصدق أن حفتر هذا يكلم في برقة ويقوله منجبوا لكم حقوقكم هو كذاب حفتر كادب حفتر يريد أن يدغدغ عواطف المحرومين وهم محرومين في كل ليبيا وليس في برقة فقط يريد أن يدغدغ مشاعرهم ويحركهم كما وقع في أربع أربع عندما خرج السفيه المدعو زياد غيم وقال أن شباب برقة قادمون لطرابلس لنيل حقوقهم من الأموال الأموال حتى اللي في طرابلس هي قاعدة قدامك هم من هم الوزراء ومن هم اللي في الحكومة من كل ليبيا موجودين والينهبوا من كل ليبيا وكل المدن يا سيدي غير شوف أولاد حفتر أحداك أنت شمدائرين من أموالك أنت أنت عبرقا أنت اللي قاعدت غادي لفلوس يحولا بالمليارات لحفتر أضناه وإن ثابتة مش قادر تقول ليهم أفض مش قادر تقول لا غادي في برقة وهو قاعد يميز قدامكم بالمصفحات والفخامات والسيارات الفارهة ويهدى لهم ودعم النوادي الرياضية في بلدان مصفحة أيضا ودعم نوادي الرياضية واحتفالات ومصابقات من أين له حفتر الأموال ما تسألش نفسك أنت في برقة أمنين ليه الأموال يدير فيها هذه على أقل إدبيب هنا يبزعق يصرف عنده فساد يقولك والله أنا رئيس الحكومة وهذه الفلوس عندي أنا رئيس الحكومة وبننفق عندي وجهة نظر في الانفق هو يمكن يرد عليك لكن كونه عنده فساد عنده فساد لكن أنت يا حفتر قاعد جيش طالع نسمي روح قاعد جيش وهو جيش عائلي قاعد يقول أما يحدر يهدد يحدد مواعيد وأجال يقرر تشكيل لجال هذا أنا سنقول له كلمة وتمنى يسمحها هو أضناه والله ما دمنى فينا صوت حي إيمانا راضيين بيك أنت وبضناك كما عشنا 40 سنة مع القدافي ورفضنا القدافي وضناه حتى أسخطناه طيب سيد الحبيب بخير مني ووجدين سيرفضوا هذه المؤامرة لتجليسك كعائلة رويل فاميلي ديكتيتور شب فاميلي الليبيا سنرفض ذلك رفضا قاطعا لأن نحن أحرار وفي زمن حرية لا يمكن بعد أن نناها بعذبات وبشهادات وبدماء وضهاية أن نسلمها لجنرال فاشل فاشي متقاعد أسير بيضق وكيل مجند لمخابرات أجنبية دمر ليبيا وجعلها تقف للوراء وتتراجع بسبب رغبة مجنونة لديه في حكم الليبيين بالسلاح ترجمة نانسي قنقر